مرحبا فيكم في فيديو التعليم الجديد حول الايويزو في هذا الفيديو رح نتحدث عن كيفية تحميل وتثبيت الايويزو على نظام الويندوز انا شخصيا باستخدم الويندوز 8.1 لكن هذا كما رح يشتغل على الويندوز 7 في البداية ننقر على ايقود الانترنت ونقوم بكتابة ايويزو في مكان البحث منختار اول خيار من اللائحة الظاهر عنا ايويزو.com منفوت على الموقع الرئيسي اذا كنت مستخدم جديد لابد انك تعمل حساب في الايويزو وفي فيديو سابق حول كيفية تنشاء الحساب ممكن انك ترجعه تشوفه وبعدين تعود لهذا الفيديو لكن اذا كنت مستخدم مسجل ممكن انك تنقر على تحميل وتختار ايويزو لنظام التشغيل ويندوز رح يبدأ التنزيل بعد انتهاء من التنزيل منقر على الايقونة وتظهر عنا شاشة تثبيت البرنامج منقر على موافق التعليم موافق مرة اخرى وتثبيت ستبدأ قابلتي تثبيت زي ما نحن شايفين وبعد ما تخلص منقر على التالي والانتهاء زي ما نحن شايفين ايقونة الايويزو ظهرت عنا شاشة الديسكتوب منقو بتسجيل الدخول عن طريق البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابنا على الايويزو ومنقر على الدخول بعد هيك نقر على ايقونة الايويزو ومنشوف جمعات الخواتم انت موفر عنا ومنختار اي خادم من فضله انا على سبيل المثال اخترت خادم الولايات المتحدة وبعدين نقر على اتصال وبتم الاتصال بخادم الولايات المتحدة اللي تم اختياره هاي الطريقة السهلة جدا لاستخدام الايويزو اذا كان عندك اي استفسار اخر تفضل بزيارة موقع ايويزو دوت كوم وان شاء الله رح نجيب عليك الاسئلتك شكرا